موسيقى التحديات الاقتصادية مصطلح بنسمعه كتير جدا التحديات الاقتصادية بتشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بتقوم بمصر زي ما قلنا في مستهل حلقتنا النهاردة بمنتهى الجرأة في توقيت غاية في الصعوبة الإصلاح الاقتصادي لي علاقة بتطوير شامل لمنظومة التعليم اللي بتتم حاليا منظومة الصحة منظومة الثقافة لي علاقة بالعلاقات الخارجية وشكل مصر على الخريطة السياسية ايه هي أبرز التحديات كيف نستوعب هذا البرنامج برنامج الإصلاح الاقتصادي وغيرها من التفاصيل اللي هنعرفها من ضفنا اللي منورنا في الستوديو سيادة النائب متحة الشريف عضو اللجنة الاقتصادية واستشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الامن القومي أهلا بك سيادة النائب أهلا بحضرتك طبعا عندنا الحقيقة نقاط كتيرة جدا نتكلم فيها في هذا التوقيت الصعب اللي بتمر بمصر ومنقدرش ان احنا ننكره حرب كبيرة جدا على الإرهاب بيقام أيضا بمنتهى الحاسم برنامج إصلاح اقتصادي وعندنا مصطلح التحديات في وجهة نظر سيادتك ما هي أكبر وأبرز تحديات الاقتصادية اللي موجودة في مصر حاليا وطبعا موضوع الاقتصاد أو السياسة بشكل عام دلوقتي في ظل أن العالم أصبح قرية صغيرة أصبح الآن يعني خلينا أقول هناك امتزاج ما بين الداخل والخارج وبشكل مباشر اللي بيحدث في أقصى الأرض يؤثر بشكل مباشر على الطرف الآخر من الأرض إحنا منتكلم في مناخ عالمي في كثير من التقالبات الاقتصادية والتغيرات الحادة اللي بنتطلق عليها في بعض الأحيان الراديكالية إحنا الولايات المتحدة الأمريكية بتشهرنا حرب على الصين التجارية والصين بترد عليها بعض القيود اللي بتفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على واردتها اللي بتيجي من دول حلفاءها في أوروبا بشكل مباشر بصرف النظر بقى عن ما سميت اتفاقية التجارة العالمية الوريد تريد ارجانيزيشن تريتمنت بس بس إحنا منتكلم على إن في النهاية إن هناك تأثير سلبي حتى على أقرب الناس مثلا الحليف الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية ذي صد واردات الصلب واردات خلينا أقول الألمونيوم أيضا ده كل تأثير سلبي في العلاقة التجارية حتى أمام الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها وشايفين حتى كلمة الرئيس ترامب في دورة 73 الجماعية العمومية للأمم المتحدة عندما تحدث عن أن ألمانيا يجب أن تتوقف عن استراد الغاز من روسيا وبشكل مباشر وعمام العالم أجمع وممكن نحن شاهدنا حتى يعني عصفة من الدحك اللي كان قابلها قبلة هذا التصريح من الجانب الألماني أو الوافد الألماني اللي كان حاضر الاجتماعات الجماعية العمومية في نفس التوقيت ارتفاع أسعار بترول بشكل غير مبرر لتعدد في بعض الأحيان الـ 85 دولار البرميل مصر كانت في الموازنة بتعيطها حتى السعر حوالي 67 دولار البرميل وده أيضا هناك فرق كبير ده بالتأكيد زي ما بقول لحظيك هناك تأثير مباشر على مصر في هذا الإطار أزمات أسواق ناشئة أسواق الناشئة هذه أسواق دول نامية بتطور من أسواقها بشكل أو بآخر وهناك أزمات زي احنا شايفينها في الأرجنتين وزي ما شايفينها في تركيا بالتأكيد لها تأثيراتها يعني أرجنتين في وقت من الوقت رفعت سعر الفايدة ولا زالت رفعت سعر الفايدة أنه تخطح حاجز 60% يعني رقم طبعا ضخم للغاية أنه تحط 60% سعر الفايدة اللي حط عندي ساي مثلا ألف دولار حياخد عليها فايدة 600 دولار يعني رقم طبعا مهول ده أدى إلى هجرت كثير من الأموال الغير مباشرة اللي هي الاستثمارات الغير مباشرة واللي بتخش فيه سندات الدين للدول بشكل عام عشان تسد عجز الموازنة بتاعتها أنها غدرت وراحت للأرجنتين عشان ديها على سعر فايدة في العالم تركيا رفعت حوالي 24% المكسيك عندها كان نفس المشكلة وهناك أسواق أخرى مرشحة خلال الشهرين أو الثلاثة اللي جايين في مشاكل أخرى ستحزز فيها كل ده الحمد لله برغم كل هذه المشاكل نرجع بقى مصر فيه لو ما كناش طبقنا برنامج الإصلاح الاقتصادي كيف مصر ستبقى فيه في ظل هذه الأزمات علشان بس البعض يتخيل بيهاجم برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج إصلاح الاقتصادي صعب يتجرع الشعب دواء مر ليتخطي هذا الأمر ولكن في النهاية فيه أمل في أن احنا نستطيع نكتاز هذه المرحلة الصعبة لو ما كانش عندنا اقتصادي حقيقي كان حيب عندنا مشكلة كبيرة حد يمسال بسيط مع كل هجرة الأموال التي كانت بتحدث للأرجنتين وخلافه مصر سعر العملة نسبة التزابز فيه لم يتعدى لتنين لتنين ونصف في المية ارتفاعا وانخفاضا مثلا تركيا انخفض حوالي ستين في المية سعر الإيرا تركيا ده عشان تبقى البرنامج برنامج الإصلاح الاقتصادي عشان عندي برنامج إصلاح اقتصادي عندي سعر واقعي الى حد ما موضوعي علشان كده بقول لحد ما موضوع فبالتالي نسبة التزابز في الأسعار محدودة وفي نفس التوقيت عند حضرتك سوق مستقر علشان كده معظم التقارير الدولية كانت بتصنف مصر مثلا على مستوى أفريقيا ودول العالم الثالث من أنها من أكثر الأسواق جذبا أو كانية جذبا للاستثمارات في هذه المرحلة أو كده نقول لديها مقومات لجذب الاستثمارات أفضل من كثير من دول العالم الثالث ومن دول إفريقيا تحديدا عندي حد يحرك مثال تاني بسيط علشان بس المشاهد يتخيل احنا بنتكلم على مثلا أن في الولايات المتحدة الأمريكية نسبة جذب الاستثمارات الخارجية بتاعتها خلال الست شهور الأولى من 2018 طبقا لتأرير الأمم المتحدة كانت النسبة انخفضت بنسبة 73% ليه؟ 73% خلال النصف الأول من عام 2018 تأريد صادر من أمم المتحدة بيصنف طبعا حدث مؤشرات عامة على العالم أجمع طيب الأسباب بأمانية نحن نحللها سياسيا وده بألاقة بين السياسة والاقتصاد هي الإجراءات الأحادية التي تتخذها الأمم المتحدة باتجاه كثير من الدول والتصريحات الرئيس ترامب التي تتكلم دايما عن على سبيل المثال دول الخارجية يجب أن تدفع مقابل حمايتها ألمانيا برضو بتقع داحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية المقابل المادي يجب أن يدفعوا الجميع مقابل الحماية العسكرية كل دا خلت كثير من الاستثمارات تعزف على أنها تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة أن في النهاية هناك تهديدات مباشرة طب أنا إيه لي يضمنني أنا بقى أقول كمستثمر إيه لي يضمنني أن أنا روح تستثمر النهار ده وأنا بيواخد جنسي الدولة الخارجية أن يحصل مشكلة أليه بيجمد لي مشروعاتي أو يجمد لي أرصيدة بتاعتي في البنوك أو يجمد لي أرصيدة بتاعتي فده شوفي بقى الوضع السياسي بيؤثر إزاي على الفكر الاقتصادي لأي مستثمر عايز يستثمر صحيح أصح هنا يعني تعقيبا برضو على كلام سيادتك السيادتك بتقوله ده أشبه بالحرب يعني أشبه بنوع من أنواع الاستعمار الاقتصادي على دولة من دولة تانية الحرب دي دايما إحنا هنا في مصر يمكن ما عندناش ثقافة إن الاقتصاد دايما بنبص على التقارير الاقتصادية أو الحالة الاقتصادية إن هي منهج دعوة المشكلة يمكن اللي قدت إلى إن بعض الناس مش فهمة إيه برنامج الإصلاح الاقتصادي ومش فهمة إن هو ليه علاقة بالديلي لايف أو الحياة اليومية بتاعة المواطن وليه علاقة بكل ما يحتك بيه المواطن من خدمات تعليمية وصحية وثقافية وحتى الخدمات العادية بيقابلها في الشارع اللي حضرتك قلته كمان من شوية قد لو ما كانش يطبق البرنامج كان ممكن يؤثر على مصر إزاي لا هو أساسا عملية تطبيق البرنامج يعني بلا مغالاة أنا راجل موضوعي والجميع يعلم هذا لا شايف إيجابيات بقول إيجابيات شايف سلبيات بقول سلبيات لو لم يطبق هذا البرنامج في توقيته كانت مصر حتنهار اقتصادية بلا أي مجدال إحنا كنا في وضع حرك للغاية احتياط نقضي يعني هش للغاية سلعة الأساسية اللي موجودة في مصر كانت إلى حد ما نسب محدودة جدا ومش حنقدر ندبر غيرها لأن ما عندناش عملة حرة موجودة نقدر ندبر بإحتياجاتنا الأساسية حالة كساد اقتصادي ضخمة بعد انفلات أمني طويل الأجل وده قد أدى إلى أثر سلبي للغاية ما فيش أي استثمارات خارجية داخلت مصر خالص خلال فترة انفلات الأمن ده بديهي طبعا لأن ده ما فيش حد ده حيستثمر وشايف أن فيه انفلات أمني ما كانش فيه أساسا منظومة سياسية واضحة في مصر فيه مجلس النواب فيه الانتخابات الرئاسية ماشية ازاي طيب فيه الإجراءات اللي جاية في التشريعات الاقتصادية انتوا هتأملوها هتطبقوها ازاي كافة ستحارب الإرهاب وتكافح الإرهاب وإحنا شايفين أن كل يوم والتاني فيه انفجارات في كل مكان في البلد ده كل ده تأثيراته سلبية بالإضافة لأن السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار مش حقيقي ده يعني قد يفقد 50% من قيمته الدولار مجرد ما يستثمر في مصر فمين برضو حيجي يستثمر ويعلم كانت مفقود فهمها في الفترة دي فاندم أنه كان فيه ناس تقولك لا طب ما الدنيا بقت يعني بقت الحياة صعبة والمعيشة بقت صعبة طب أنا استثمر أنا أعمل البالنس يعني أنا مفروضة علي كمان مثلا لو الدولة بتعمل إصلاح اقتصادي أو برنامج أنا بعمل بالنس أو بعمل توازن إحنا بقى كمواطنين إزاي ما وإنما مفرش الدولة تشتغل في جزيرة وإحنا نبقى عاملين يعني في جزيرة تانية أو المواطن لازم بقى فيه تكاتف أو تكامل بصي حضرتك بأي حال من الأحوال عملية برنامج إصلاح اقتصادي عملية خلينا أقول التحدي خارجي في حرب إحنا نبدأ أخذها فعلا أن حرب اقتصادية على مصر كان الغرض منها في الأساس هو خانق مصر تماما لو لا سياسة التنوع والخروج من التبعية المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية وأنك تدع عندك تنوع وتوازن في علاقتك مع دول مختلفة اقتصاديا وإزاي ما حدك شايف رئيس النهاردة في روسيا كان لسه في اليونان وفي قبرص محدش كان يتخال في يوم من الأيام أن حيحدث هذا التقارب ما بين مصر واليونان وقبرص على سبيل المثال وكان هناك دائما مشاكل تجذب القطوض الملاحية فكر نفسه كان أن قبرص واليونان ومصر تتجمع في يعني خلينا أقول شكل من أشكال التعاون الثلاثي بصرف النظر عن الأسماء بهذا الشكل الأمر ما كانش مطروح على مدار مثلا 10-15 سنة 20 سنة الماضية أن مصر كمان تصل إلى أنها تستغنم اليونان أو تتواصل مع اليونان ومع قبرص لتكون هي الجسر العبور للاتحاد الأوروبي علشان يغير قرارات العقوبات اللي كانت مفروضة على مصر وقوات تجارية وعقوبات تصدير أسلحة لمصر وما إلى هذا أوقف كمية التعاملات بقرار مباشر بعد سورة 30 يوني ومع هذا كانت اليونان وقبرص أذال هذا الأمر وفتحت المجال في هذا الأمر مرة أخر التنوع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس كان لسه موجود في اجتماعات الأمم المتحدة ولقاء على هامش الاجتماعات مائيس ترامب والنهاردة هو في روسيا بنتحدث عن اتفاقية مع الاتحاد الأوراسي علشان ينمي عملية الاقتصاد بشكل عام في مصر وتنمية التبادل التجاري وده أمر مهم هذا التوازن في العلاقات والتنوع أمر مهم للغاية خلنا نخرج بره إطار ضغوط قطب واحد وده نقطة مهمة للغاية هنا بأثمص قطب ده ممكن يكون رد فعله بعد هذه الإجراءات يعني لا يعني هو ممكن تبقى انتقادات حد وخلافه لكن في الآخر مصالح الدوه هي اللي بتسود يعني هو في الآخر وليه مصالح معانا مش هيسبها وفي نفس التوقيت احنا دينا مصالح معانا مش هنسيبه احنا مش عداء لا مش قصدي نسيبه ولا عداء سريح بس ممكن يكون فيه محاولات مش مرئية قوي بالتأكيد لطبعا الإطاحة بهذا البرنامج أو الإطاحة إلى حد ما ببعض نقاط أو بعض يعني منفردات الإصلاح للبرنامج ده الإصلاح الاقتصادي أو الاقتصاد المصري بشكل عام خلينا أقول خلينا أقول بدلا من قول إطاحة لأن إطاحة تبقى قاسية نقاط بعض الضغوط وده بالتأكيد ده أمر أمر واقعي وحقيقي وبعدين عايز أقول لحضرك قبل أو بعد الزيارة فهذه الضغوط موجودة لا تنسيش أنه هنا لدينا نسخة جديدة من الشرق الأوسط الجديد التي تم اطلقها في 2005 بوضوح شديد ومعملية تنمي هذه الضغوط وفي الآخر حصل الصورات بعد كده تحوّلنا إلى الفوضى الخلاقة حصل الصورات الربيع العربي انهارت كثير من الدول مصر الحمد لله والشكر لله تعدت هذه المرحلة بفضل الشعب أولا وتحالفه مع قواته المسلحة ومع قيادته السياسية عدينا مرحلة كانت صعبة للغاية لازالت هذه المبادرة موجودة حتى الآن ولازال هناك تصور لتفتيت بعض الدول لازالت قائمة حتى الآن وزي ما قلت قبل كده كتير أن الأهداف الاستراتيجية باقية ولكن الأهداف القصيرة للأجل التكتيكية هي اللي ممكن أو الآليات التكتيكية دي اللي ممكن تتغير وتتنوع لكن الهدف الاستراتيجي موجود هو عايز يقسم منطقة الشرق الأوسط إلى دويلات وبالتالي يقدر يفتتها ويفتت ثرواتها احنا عندنا لغاية دلوقتي ليبيا حضرك شايفاها حتى الآن لماذا لم يحاول المجتمع الدولي أن يقف بجانب ليبيا بشكل مباشر وبوضوح شديد ليدافع عن خلينا أقول السلطة الشرعية في ليبيا حتى الآن لأنه في النهاية أموال ليبيا بالكامل في الخارج مجمدة وتستفيد منها دول موجودة هذه الأموال في بنوكها وما عندهمش استعداد وكل ما بيتقدم أي طرف من الأطراف بالذات السلطة الشرعية الموجودة في ليبيا لمحاولة الحصول على أموالها اللي موجودة في البنوك في الخارج لأنه لسه ما فيش سلطة الشرعية في ليبيا فيبقى الحال على ما هو عليه وده اللي بنسبة لهم أفضل بكثير بالذبط البدل الوضع يبقى على فكرة ده اللي أنا بسأل حضرتك فيه أن التارجت الهدف ما بيتغيرش طريقة بتتغير بالذبط استهداف الشرق الأوسط لتأسيمه ده هدف مش هيتغير بس الطريقة بتتغير الطريقة بتتغير ايه بتتغير وفقا لل التكنولوجيز وفقا لأنه هما بيدرسوا حال الحال للمجتمع بيدرسوا القوى النعيمة الخاصة بالمجتمع بيدرسوا كلام ده كله بيدروا أن هما يدخلوا عن الطريق ده فأنا أنا لازم أعمل جبهة الدفاع عن طريق أيضا الاستثمار في الثقافة وفي التعليم وفي الصحة وفي الخدمات وفي الطرق لازم أبقى عاملة جبهة قوية غير مباشرة أنها تتصدى لمثل هذه المحاولات لأنه ليس ستنتهي الطرق دي ليس ستنتهي ويمكن يبقى فيه كمان ابتكار في الطرق أكتر مما نتخيل اللي حضر بيك أشارتي إليه بوضوح شديد هو يمكن أمم المتحدة بتتبع من قياس معين لحوالي عشر سنين أو أكثر بقليل هو معدل أو نسبة الرضا الشعبي أو الرفاهية الاقتصادية بالضبط ودي نقطة مهمة للغاية إحنا بنتكلم الاقتصاد ما أصبحش بس أنه بحضل الدخل القومي كام معدل نمو الاقتصادي كان لأ وفي الآخر أنت حققت إيه لشعبك عشان تصل إلى مرحلة الرفاهية الاقتصادية أو الرضا الشعبي وده اللي حضرك أشارتي إليه زي الصحة زي التعليم زي الخدمات زي الحريات السياسية وإتاحة الحريات السياسية كل ما نتكلم عليه من مؤشرات الأداء لمعدل الرفاهية أو الرضا الشعبي اللي موجود في أي دولة من الدول إحنا عندنا هنا في مصر فيه مشاكل كثيرة طبعا زي ما أشارنا التحديات الضخمة وعصيبة لازال حتى الآن عندنا نسبة الدين وكيفية التعامل مع الديون بشكل عام خارجية وداخلية أمر مهم للغاية وإدارة تزيد ديون ويمكن إحنا في اللجنة الاقتصادية كنا أصدرنا توصية على تقرير الحكومة أو برنامج الحكومة تقرير طلع من اللجنة ودرورة تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء لإدارة الدين العام في مصر والمنح أيضا وده أمر مهم للغاية إحنا بقى خلينا نرجع للمواطن علشان بقى ده الجزء اللي يهمنا حددنا الشكل العام في البداية أنا بخلينا نرجع للمواطن لكس بقى علم أنا عايز أشوف حس أن أنا عندي دخل كويس أو درجة الرضا الشعبي أو الرفاهية الاقتصادية المرحلة اللي احنا فيها احنا خذنا فعلا أزمات وتحديات كثيرة ولازالت هذه الأزمات والتحديات خاصة الأسواق الناشئة وأسعار البترول قائمة وستتظل لغاية يمكن منتصف 2019 تبقى للتوقعات اللي احنا شايفينا دوليا فيه لازال عندنا أزمات وإحنا لها توابع ومصر يمكن هنلاحظ أنها في الفترة اللي فاتت عملت أكتر من طرح لاتزاب دين سيادة زي سندات وأزنات خزانة وما إلى هذا ولقيت أن الأسعار الفايدة اللي بيطلبها المستثمرين أعلى من السعر اللي هي متوقعة لسعر الفايدة فلغت هذه الأطروحات يبقى إذن أنا عندي قدرة في مصر أن يكون عندي تنوع في مصادر التمويل مكنتني من أن أعمل أربعة أو خمس طروح حتى الآن وحتى الآن مصر بترفضها نتيجة انتفاع سعر الفايدة بشكل أو بآخر المواطن بقى نحن نتكلم عنه اللي هو العنصر الأهم لأنه زي ما قلت لحضرتك من البداية أن الشعب هو الأساس محرك لازم يبقى متوفهم إيه الإجراءات اللي احنا بنعيش فيها احنا الحمد لله وشكر الله في خلال الفترة نسيبنا بقى من الكلام التأرير الدولية ووصلنا خمسة وثمانية من عشرة نسيبنا من الأرقام والكلام الكتير اللي احنا بنسمعه كل يوم إنما احنا بقى وصلنا لإيه دلوقتي وصلنا إن الحمد لله السياحة رجاته مش عايزين نقول أرقام عشان ما نحسدهاش ربنا يكرم إن شاء الله السياحة لحد كبير بتتحسن بشكل كبير بتتحسن الحمد لله بشكل كبير ربنا يحفظ مصر إن شاء الله من كل شر علشان برضو أهل الشر دايما بيدوروا على طرق للتعويق وإحنا شفنا العمال الإرهابية وتفجير طائراته ما إلى هذا ربنا يحفظ مصر إن شاء الله والحمد لله أن الأجهزة الأمنية أي مبدورها في هذا الإطار كويس الغاز الغاز إحنا غالبا مع نهاية هذا العام ممكن نكون هنستغنى تماما عن واردتنا من الغاز من الخارج بل بالعكس كمان نستطيع إن احنا ندخله في ما نطلق عليه سلسلة من القيم المضافة يعني أقدر أسيله أقدر أعمله إجراءات إضافية أدخله في الصراع بيترو كيمويات فبالتالي ما صدرهش خام طبيعي في حالة التصدير اللي منتظن إن شاء الله قريب أن يبقى موجودة برضو مش عايز أسكر التفصيل خلينا نقول الحمد لله قريب أهو حنسمع أخبار كويسة بس الكيرس عالي أو المقشر عالي الحمد لله مع تنمية عمليات التنقيب والدفع بها زودت المصادر بتاعتنا من الغاز لأن احنا الحمد لله طبقا الإحسايات العالمية على سبيل المثال الشرق المتوسط في احتياطيات كبيرة من الغاز الحمد لله وبتزيد مع الوقت وإحنا عارفين إن فيه شركة أخرى بدون مسكر الأسماع برضو لا مش عشان بس ما يبقى إعلان شركة أخرى برضو نقبت بالفعل ووجدت عدد من الحقول مش حق لوحد عدد من الحقول في الدلتة فده برضو بيزيد تدريجيا برضو فده بالتالي بيدينا أمل في إن اللي جاي حيبقى أحسن في هذه المرحلة إحنا في نفس التوقيت إحنا عندنا برغم كل الأزمات اللي موجودة في العالم وفي عملية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة إلى دولها خلينا أقول يعني إيه استثمارات أجنبية واستثمار أجنبية مباشرة معنى أن يجي يعمل مصنع يعمل شركة يعمل حاجات سبطة على الأرض عشان مش هاد يبقى فاهم حاجات خيفة مصنع شركة غير اللي بيستثمار غير مباشر يخش بقى البورصة وأوراق مالية وسندات دين وما إلى هذا ودي أموال زي ما نقول دايما ساخنة ما بتعودش تبسك كتير من إيدك لأنه هو بيدور دايما على الأفضل وفيه بيبطل يتحرك في العالم كل فالمبني نتكلم على الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي دخلت مصر خلال الفترة فاتت خلينا نقول بنسبة النسبة بتاعتها يمكن في تقريب أونكتاد برضو اللي هو بتقريب أمم المتحدة اللي صدر لسه مؤخرا ده بيقول أن مصر نسبتها زادت بنسبة 24% عن النصف الأول من عام 2017 إذن هناك عملية جذب لهذه الاستثمارات إحنا شايفين الرئيس النهاردة في روسيا بيتحدث عن منطقة صناعية المنطقة الصناعية كان بقالها فترة وإحنا كلنا شفناها وشفنا فيديوهات روسيا عملتها وبعاتتها على العالم كله ونشارتها على العالم لكن كان هناك مشاكل عشان نبقى واقعين ويمكن أنت ذكرت ده كان هناك مشاكل في عملية اجتزاب التمويل المناسب التمويل بنفسه علشان تبتل تعمل هذه المنطقة الصناعية وتقطها على أرض الواقع إزاي هتنفزه وكان هناك بعض الحوارات والنقاشات ما بين الطرفين ما بين مصر وروسيا وأعتقد بقى الإعلان الأخير أنا شايفه بزيارة السيد الرئيس أن تم تدبير هذا التمويل اللي ممكن على أساسه روسيا تبتدي تشتغل في هذه المنطقة بالفعل عندنا عاصمة إدارية خلاص هتبتدي إن شاء الله في وقت ضيق جدا هتبتدي تشتغل وأسرع مما يتخيل البعض لأن البعض يقولك لا ده لسا ثمين لا 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 خالص في خلال وقت ضيق جدا أنا متابع ده وكان مع عضاء اللجنة الاقتصادية المحترمة في البرنامج كنا بنتابع أول بأول الأداء على الأرض في هزيارة عاصمة آه لا الأداء سريع جدا للغاية وكل الشكر حقيقة للقوات المسلحة المصرية اللي هي الاندسية تحديدا اللي وضع المنظومة وبتشرف على عمال شركات خاصة بتقوم بعمليات التشهيد والبناء كويس الحاجة بتقوله ده مهضة اقتصادية عظيمة ويمكن خلينا نقول حاجة برضو قلت حاجة مهمة جدا ان دي قريبا جدا الناس هتبتدي ان هي ايه تشعر بدا على مستوى او نطاق كبير او على نقول long term او مدى طويل في بقى بعض المواطنين وانا حابة اننا نقلسياتك كل الاستفسارات علشان يبقى فيه يعني مصارحة دايما ما بيننا ما بين المواطن بيقول ايه طب انا المواطن العادي انا ابتدي احس بنتاج لان فيه حاجات بتبقى مشاريع اقتصادية short term اللي هي قصيرة المدى حاجات يعني مثلا حالك بتقول اللي دلوقتي العاصمة الادارية العاصمة الادارية كعاصمة احنا هنستفيد منها بشكل اقتصادي كبير جدا وعلى مستوى الاستثمار اتكلم ده اثناء البناء في استثمار في ان في عمال وفي طرق وفي كذا وفي خدمات بتحصل طول الوقت انا هايز اعرف المشاريع قصيرة المدى او المشاريع الصغيرة او المواطن يحس بيها امتى يجني استثمارها امتى طيب احنا علشان بقى نخش في الجانب الاخر اللي علينا نعمله زي ما حضرتك تفضلت كده علشان بنتكلم لان احنا ده عملين القريب حيبقى في حاجة كويس كلمة قريب مطاطة اهو المواطن ده القريب ديه غاية امتى حنفضل غاية امتى وده تفكيره وده حقيقة وده انا نفسي كمواطن بفكر وانا برضو ما بسمع من اي وزير قريب اقول لي لا محضرتك معلش بقى وضح لي قريب ده يبقى امتى يعني حتى البرنامج الحكومة احنا اصرينا ان يرتبط بازمينة وتوقتات محددة ومؤشرات اداء تبقى موجودة في البرنامج والوزارات اللي ما حطتش مؤشرات اداء انتقدناها بشكل مباشر وطلبنا ان يجي السادة الوزاراء يعرضوا علينا كل وزير برنامج الوزارة بتاعته ايه وخطته الزمنية هتبقى قد ايه مين عناصر التنفيذ مؤشرات الاداء التكلفة ومصادر هذه التكلفة او الموارد بتاعته المواطن اللي احنا بنتكلم بقى احنا عايزين ندعمه خلال المرحلة اللي جاية دي وده مهم لان احنا برنامج الاصلاح الاقتصادي ديه تلات محاور اساسية قلتها كتير قبل كده محور اصلاح مالي ومحور اصلاح نقدي ثم تعديل البيئة الاقتصادية في مصر هيكلة الاقتصاد المصري دي مهمة جدا المرحلة التابعة المرحلة الاولى والتانية اللي هي الاصلاح المالي والنقدي اللي اتنين خدنا فيهم خطوات جيدة وده واعتقد اساسا ما كناش هنكمل يعني خلينا اقول نهاية حتى عام 2017 مسلا ولا حاجة يعني كان على عقص اتقدير كمان ويبقى انا متفائل لو قلت نهاية 2017 كان ممكن نتعايش مع زران هيبقى فيه سقوط لل اه كان هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا طيب تعديل البيئة بقى اه تعديل الهايكة الاقتصادية والبيئة الاقتصادية في مصر اول حاجة فيها هي المشروعات يمكن حدك اشارت اليها بكلامك بشكل مباشر المشروعات الصغيرة وموتانات الصغيرة اصلا دايما بشوف في تجارب الدول في بعض الدول قامت تماما على المشروعات دي بزرح انا بشوف ماليزيا تايلند مكسيك يعني الصين الصين طبعا الصين طبعا هي ده بقيت حاجة عظمة دلوقتي بتعمل الصناعات الكبيرة والصغيرة بس البلاد دي لما الواحد بيشوفها هي على فكرة افقر مننا بكتير بزرح والكسافة السكانية قوى البشرية عندهم مش زينا خالص يعني ممكن نعمل حاجة احسن من كده بكتير بس فيه حاجات صغيرة بيعرفوا يقوموا بها الاقتصاد وسريعة الى ان تحدث نهضة اقتصادية كبيرة زي اللي احنا بنتكلم عنها ده بقى يحصل عندنا ازاي الاصلاح الهيكي الاقتصادي اول خطوة فيه زي ما حدك تفضلتي هي الصناعات الصغيرة وموتانات الصغيرة او اسف المشروعات يعني دايما المصطلح بتاع الصناعات دي بيبقى خاطئ لانه بيطلق على كل المشروعات الصغيرة وموتانات الصغيرة لان كثير من المشروعات تموجودة ما هيش صناعة فقط لغير ممكن تبقى زراعة ممكن تبقى خدمية ممكن حاجات كتير جدا موجودة زي مثلا منصات الالكترونية زي احنا مشوف الشركات اللي عندنا اللي بتشتغل على الوقت العربيات زي التاكسي مش عايزة اقول اسمها برضو دي منصات الالكترونية والخدمة الاساسية فيها منصة الالكترونية وكيفية تتحكم العربية جاية من مكان والمنصة الالكترونية اللي بتتحكم وعليها السواء بتاعه وعليها كل حاجة وبينفذ الخدمة والشركة بتاخد الفارق ما بين ما يتقضى السائق بسيارته وما بين القيمة اللي بيدفعها المستهلك او المستخدم لهذه الخدمة انا بدي حدك امثلة بسيطة لكن في النهاية هي منصة الالكترونية الافكار والتصورات لدفع العملية الاقتصادية تبدأ من المشروعات الصغيرة ومتنسار ويمكن زي ما قلت كتير قبل كده تسعين في المية من حجم المشروعات متوسطة صغيرة متنسار من القطاعين الرسمي والرسمي تسعين في المية تسعين في اكتر من تسعين في المية انا عايز اقول لحضرتك ان سنة الفين وعشر بس عشان اكون دقيق وانا في الوقت ده كنت ماسك المدير التنفيذي تحديث التجارة في مصر بالنمج الاتحاد اوروبي منقول لمصر احنا واحنا بنعمل الدراسات دخلنا معنا شركة ضخمة جدا على مستوى العالم هي رقم اتنين كتنا مصر على العالم في الدراسات السوق وعملت حصل وقالت سبعة وتسعين في المية من المشروعات بالقطاعين متوسطة صغيرة مثل السوق ثانية واحدة انا عايز افهم انا عايز افهم انا من التسعين في المية دول او من السبعة وتسعين في المية دول انا بستفيد ازاي بستغل ازاي وهل انا مدركة لده يعني هل انا كمواطن مدرك ان انا كل جزء وكل محافظة ممكن اطلع منها مجموعة من المشاريع تخدمني اقتصاديا عندي ماركتنج عندي تسويق عندي طريقة اعلان كويسة عندي ناس بتعمل من غير مقابل زي بعض الدول ما بتعمل ولا لا اللي حضرتك قلتي ده هو خلاصة الموضوع دي هي الهيكلة الهيكلة الاقتصادية ووضع برنامج متكامل لدعم المشروعات المتوسطة خلينا نقول الصغيرة متنسة ثم المتوسطة لان الاساس عندي الصغيرة متنسة فيه عدد من المحاور الاساسية وبرضو ده مش اختراع ده بس يطبق الموضوع ما هواش اختراع الموضوع متعرف عليه في العالم كله زي ما حضرتك اشارتي لكثير من الدول العالم ان يكون هناك كيان منفصل يدبع رئيس الحكومة مباشرة هذا الكيان يستطيع ان يدعم كافة ازيار المشروعات زي ما بجيب انا حاسش راح بوضوح شديد زي ما بجيب المستثمر الاجنبي علشان ييجي استثمر في مصر فبحطه في حضانة زي ما نقول كده بالضبط بعزله عن البيلوقراطية بعزله عن الفساد اللي ممكن يبقى موجود وحنا طبعا لازلنا حتى الان في اجراءات مكافحة الفساد نحتاج الى خطوات قوية بتطبيق استراتيجية وطنية لم يتب تطبيقها حتى الان على ارض الواقع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014 ودي يمكن انا بنادي دلوقتي السيد رئيس هيطة الرقابة الادرية الجديد ان يتبنى هذه الاستراتيجية لان هي دي خلاص مصر في المرحلة اللي جاية هيعتمد على تطبيقها لانا هكمل فهي بقى عندي بعزله عن الفساد بسهله اجراءاته بسكل مباشر وسريع اذا انا محتاج ان احطه في حضانة زي ما حاطت مثلا الهيئة الاقتصادية تعمل قناة السويس حاطته في حضانة من خلال قانون القانون ده هو القانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وهذا القانون فعلا بيدي للهيئة مثلا الصلاحية انها ممكن تصدر ترخيص وتصريح في خلال خمسة ايام فقط لغير بالزبط حضانة بقى انت عارفة في قانون الاستثمار اللي تعبنا فيها عادنا فيها قد ايه فترة واحنا كلاجنة الاقتصادية عادنا ما يقرب من 70% اما بالاضافة بالحسف او بالتغييئ او بالتعديل في بعض المواد احنا اقصى امالنا كان اقصى حاجة يبقى 60 يوم تخيلي بقى ان الهيئة الاقتصادية التامية قد ايه فترة 5 تيام فقط لغير 5 تيام عمل فقط لغير تستطيع ان تدي الترخيص والتصريح وكل حاجة ويشتري مرس مشروع يبقى اذا انا محتاج كيان يدعم المشروعات الصغيرة والبوتانية الصغيرة ثم المتوسطة يدبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة عشان يخرج من اعملية عباءة الوزراء واما يجي يتوافق معي وزارة من الوزراء يبتدي يعمل بروتوكولات لا الكلام ده منفعش دهنا محتاجه كيان منفصل لديه قدرات مالية كافية علشان يدي تمويل ميسر وكافية وكافية دي نحط دحتها خمسين خط وايضا واقعية يعني كان فيه مبادرة اطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة ومتريطة الصغر بحوالي 200 مليار جنين لكن اما جات البنوك تقرد اما جات تقرد لقيت ان بيجي لها شباب تقولوا انا عايز ضمانات بواحد اتنين ثلاثة انا عايزك تدفع نسبة من قيمة المشروع تبتدي مثلا ترمي ترمي الاساسات وتعمل الخرصانات وابتدي امولك ده كله لا يتوافق كيان مع طبيعات الشباب بالعكس هي اقردت عملاء سابقين لديها عشان نسبة الخطوة يعني انا عندي استراتيجي كويسة وبنفذ الاستراتيجي ما بعرفش تبعها كويس لغاية دلوقتي لا المبادرات موجودة ولكن متفرقة لازم تتكين يعني فيه كيان واحد هو المسؤول قصادي ما ينفعش احطه مثلا زي ما هو موجود دلوقتي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وحطه طبع وزارة الصناعة ده قصة بقى ادارية مزعجة للغاية انا لازم ادي له امكانيات ياخد قرارات منفصلة لازم زي ما انا عنده مركز خدمة مستثمرين في وزارة الاستثمار اللي احنا حطناها في قانون الاستثمار مادة بتدي مزايا للمشروعات الصغيرة واصرنا على هذا الامر والمتوسطة احنا الكيان ده حيبقى شغلته انه يدي برضه موافقات مباشرة على مجموعة من الاراضي يبدو خصص للمشروعات الصغيرة مطمئة السر وينهي في توقيتات محدودة للغاية يهمني انه يبقى عنده قدرة على انه يعمل برامج تدريب واسعة انا عارف انه لديهم برامج حاليا موجودة ولكن برامج التدريبية مش كافية عايزة تبويل اكبر وعايزة امكانات اكبر وتستفيد بامكانات كافة الوزارات على سبيل المثال التعليم الفني متفرق ما بين الوزارات دي اهم حاجة دي اهم حاجة مستقبل مستقبل الامم بيبدأ يبقى عندي تعليم فني راكب احنا 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 محتاجين تغيير ثقافة بالضبط احنا احنا ده كمان غير تغيير الثقافة انا محتاج ان اضربه يعني بياخد تدريب تعاليم فني يتضرب على الاشتغل عليه برا يعني اجي اخليه جرب على مطور عمال يعمل بمفكات ويعمل مش عارف ايه علشان يبتدي يعرف ايه العطل هو برا الوقت كارت كمبيوتر مش هينفع مش هينفع فاذا انا بجي مثال بسيط فمحتاجين ان احنا نطوره محتاج بعد ده كل ده انا بتكلم على الجهاز اللي حادة عن المشروعات الصغيرة المتناهية الصغيرة والمتوسطة محتاج كمان ان يبقى عنده زي ما حضرتك تفضلتي كده ان يبقى عنده قنوات تسويقية استطيع من خلالها ان يتخذ اجراءات سريعة لعملية دعم التسويق ما بقولش انه ياخد كل حاجة ويسوأ له لكن يفتح له قنوات للتسويق واحنا يمكن كنت لسه في افتتاح الجهاز تنامية المشروعات الصغيرة في معرض بطرسنا كانوا فعلا لقيت مجموعة من العارضين كانوا كلهم شاركوا في معرض في البحرين قد ايه النجاح وكان معنا السيد سفير البحرين في القاهرة هنا قد ايه النجاح اللي وصل ليه هذا العرض يعني انا محتاجة فكر التسويق داي على فكرة هو السر كمان يعني في التسويق غير ان انا احدث طبعا طرق التعليم وطرق التدريب والتعليم الفني وكذا انا عندي سر كبير جدا كامل في قصة التسويق وطرق الاعلان عن اللي هي الغير دقلدية طرق الاعلان وفقا لما يواكب الفكر في اي دولة في العالم ده الجزء انعشرت ايه هو التدريب وفتح منافذ التسويق بالقدر الاستطاعة دايما بديله فرصة عشان يقدر يصوك كل انا بتكلم ده على مشارات الصغيرة نقص بقى برنامج ترويجي كامل للحكومة بالكامل مش وزارة التعاون الدولي الوحدة مش هتقدر تعمل كل حاجة لازم كل جسد الحكومة وزارة الخارجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وزارة التعاون الدولي وزارة السياحة وزارة الزراع كل ده في اطار برنامج متكامل ده ما لانوش برنامج الحكومة وكانت احدى ملحوظاتنا على برنامج الحكومة بضرورة تفعيل هذا البرنامج في اسرع وقت ممكن سيادة نايب الحقيقة انا استفدت جدا واستفدنا كتير جدا من شرح وتحليل سيادتك واكيد لازم لنا لقاءات تانية علشان نستكمل هذا الحديث الشيق بشكرك جدا جدا على تلبيتك دعوتنا النهاردة سيادة النائب متحط الشريف عضو اللجنة الاقتصادية مجلس النواب واستشار الاقتصاد السياسي وسياسات الامن القومي شكرا مرأة وخير شكرا مشاهدين انتظرونا بعد هذا الفاصل فقرتنا الاخيرة وفقرتنا الاسبوعية مع الاستاذ الدكتور هاني نوزر ابقى معنا ونهاية الاسبوع موسيقى